عكلين بلا ما نحكي عن الشغلات الكئيبة هلأ هلأ إذا كانوا هدول هنن آخر لحظات بحياتنا معناها أنت ما في عندك حلم ما قدرت يتحقيقه مثلا أو مثلا في شي كنتي تحلمي فيه حابة تعمليه أي شي حتى لو كان سخيف ولا تخافي ما رح أحكم عليكي منه هلأ أنا بحب آكل حلو كتير بس آخر فترة ما أكلت ما بدي أسمن بس لو هي آخر خمس دقايق بحياتي ما بدي غير شي واحد بس وهو إني آكل 12 قطعت كنافة وإنت من لما كان أمري خمستاش ما كان في عندي وقت لعرف هواياتي أبدا بس إيه تذكرت لما كنت بالمدرسة أنا كان بدي أطلع غني على المسرح بس ما تجرقت يا ربي بتمنى ما تعذبني لأنه عم يفكر يغني بلحظاتنا الأخيرة لا خافي أنا ما رح غني لو بتموتي اطمني ما رح يصير شي علينا عن جد أنت واثق أنه دعاء حتنقذنا حيدار غزال حيدار كتير أحيان ما بعرف ليش بوثق فيها أنا بوثق فيها أكتر من حالي بس بعترف في شي مميز بهاي المرة اللي بيفاجئني فيها أنه هي دائماً بتلاقي حل للشغلات المستحيلة هلأ دعاء أكيد رح تجي وتدور علينا أنا حاسس أنه هي الوحيدة اللي رح تلاقي حل لها المشكلة يا الله أنا غلطت بحقك أنت مانك سخيفة يا غزال بس أحيانا شكلها الظروف هي اللي بتجبرك بهي الطريقة بتحمي حالك من هذا العالم البشع أنت بتحبي تمزحي بس أنت كتير موجوعة أنا اليوم اللي عرفت أنه بالرغم من أنك يتيمة خسرتي أبوكي وأمك مع بعض أنت حدار كتير قلبه طيب وهذا الشي كتير مني لحد هذا اليوم كنت مفكرة أنه هو واحد مدلل وغني ومغرور بس هو بيشبه الطفل تماما هو بس بينقصه حب الأب كل المصاري اللي معه ما بيحلوا مشاكله أصلاً هو ما بيرتع غير لما يكون عند أمه ولما هيك حدا بيصير زوج ما في حدا بيكون عطوفه حنون مثله أبدا وهذا الحب مستحيل تقدر تتخلى عنه كنت مفكرة حيدار بيملك كل شي لأنه عنده حدا مثل دعاء بس الحقيقة دعائي اللي بتملك كل شي لأنه عنده هيك زوج مثالي مثل حيدار كنت غلطاني عنجد أنت إنسان كتير منيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة